السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا شباب اغباركو ايه اخوتي وحبيبي كل سنة وانتو طيبين ابتدى العيد بتاعنا عيد مجانين القراءة مجانين الكتب ابتدى معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بننتظره من السنة للسنة يمكن المعرض دوت مختلف عن غيره من المعرض لانه بيجي في دقيقة مالية كلنا بنمر بيها والبلد بتمر بيها وارتفاع عالي جدا في اسعار كل حاجة وبالتالي ده هيؤثر اكيد على اسعار الكتب ولذلك انا صايحي المرة دي هتبقى مختلفة شوية او انا هحدد هاقوي في الفيديو الصغير دوت انا عايز اقول لكم انه احنا غالبا ما بنروحش المعرض مرة واحدة فانا عايزكم في المرة الاولانية ما تسعوش للشيرة يعني ما تشتروش بسرعة لا انتو روحوا اول مرة اتفرجوا بس اتفرجوا على الكتب شوفوا الاغلفة اقروا في ظهر كل كتاب بيتكلم عن ايه افتحوا في الكتاب وقلبوا فيه وخلوا معاكم لستة الكتاب اللي يعجبكم اكتبوا اسمه اكتبوا دار النشر اكتبوا مكانه فين وصوروا بالموبايل اول مرة ما تشتروش حاجة انتو اتفرجوا بس هتخرج من هتخلص اليوم بتاعك وانت معاك ورقة كبيرة جدا ولستة كبيرة جدا مكتوب فيها اسعار الكتب واماكنها والكتب اللي انت عجبتك او اللي هي شدتك استخلص من الكتب دي اللي يناسب ميزانيتك كرقم واحد واللي يناسب التنويع رقم اتنين يعني ما تروحش تشتري كل حاجة تبقى روياته بس ما تشتريش كتب علمية متخصصة وبس ما تشتريش كتب دينية وبس جميل او يا شباب ان انتو تنوعوا في الارايات بتاعكم علشان تحققوا اقصى استفادة فدي النصيحة اللي انا بديها لكم المرة دي التنويع رقم واحد ودي اللي بقولها كل زنة رقم اتنين ما تشتروش في اول مرة روحوا المعرض اكتر من مرة في اول مرة حاولوا تليفوا كتير او اللي عجبتكو وتكتبوها في ورقة بالنسبة لي الناس اللي بتسألين انت هتروح امتى انا غالبا هنروح بكرا ان شاء الله السبت الكتب بتاعتي هتلاقوها زي ما انتو عارفين في الاخر كتاب اللي ايه هدم الاسكندر والنزيون العرب هتلاقوهم في دار الرواق قاعة واحد جناح رقم بواحد وعشرين ده بالنسبة للرواق كتابيني النزيون العرب وهدم الاسكندر بالنسبة لي روايتي باب الجنة هتلاقوها في كوتوبيا اقول لكم دلوقتي على المكان بتاعهم هيبقوا موجودين فين جناح اه اه اتنين واربعين صلة واحد يعني قاع واحد برضو الجناح بتاعهم هيبقى اه اتنين واربعين ده بالنسبة لروايتي باب الجن بالنسبة لي روايتي اليوران هتلاقوها في اه دار اكتوب للطبع والنشر اه اه واشوفكم على خير ان شاء الله لو قدر لي ان انا اعمل فيديوهات ولقاءات مع اصدقائنا الكتاب والنشرين هعمل لكم دوت ان شاء الله ممكن ان نزيع لايف من قوة المعرض اه واتمنى اشوفكم على خير وكل سلامتوا طيبين مرة تاني